فاعتداءاتها على أوكرانيا وعلى المجتمع المدني ويجب أن تنسحب من حدود أوكرانيا لقد اتفقنا على أن التهديدات النووية أمر غير مسؤول وخطير للغاية واستخدام السلاح النووي أو التهديد باستخدام السلاح النووي إذا مقام سيد بوتين باستخدام السلاح النووي فيكون قد تخطى الحدود وإن الدول والمجتمع الدولي يرفض الاستفتاء الذي أقامه الرئيس بوتين في الأقاليم الأخيرة المعروفة وقد نحن منذ ثلاثة أعوام عانينا من وباء كورونا وكان ذلك عابرا للحدود وكان لديه تدعيات على كل دول العالم وألمانيا طرحت أحد اللقاحات الأكثر تطولا التي كانت أو شكلت قاعدة لحماية حياتنا إن الخلافات في السياسات المتعلقة بمكافحة كورونا بين الصين وألمانيا كانت مختلفة للغاية ولكننا كلتا دولتين اتخذتا المسئولية وتحملتا المسئولية لمكافحة وضع كورونا تكلمت مع الرئيس الصيني ورئيس المزراء بشأن التعامل الوفيق بشكل متزايد معنا وتطرقنا أيضا إلى مسألة المهاجرين والمقيمين الألمان في الصين وأيضا التكنولوجيا الحيوية التي أيضا ستكون متاحة في الصين وعفوا اللقاح بيونتاك الذي سوف يكون متاحا في الصين هذا سوف أيضا يسهم في مكافحة وباء كورونا واتفقنا أيضا وتبادلنا اتفقنا على تبادل الأراء بين الخبراء في مجال الطب من أجل مكافحة وباء كورونا هذه الزيارة الأولى التي أقوم بها اليوم تأتي فيما نحتفل بخمسين عاما من العلاقات بين ألمانيا والصين هذه العلاقة الثنائية قد تطورت في مجال التجارة بشكل خاص ولكن التبادل الاقتصادي مع الصين يجب أن نقول أنه أصبح أكثر صعوبة في الواقع مؤخرا بالنسبة لألمانيا هذا السوق سوقنا منفتح ومفتوح في أوروبا فيما السوق الصيني مغلق وأيضا هناك صعوبات في حل المشاكل متعلقة بالعلاقات الاقتصادية لا بد من حلها الصين تتجه صوبة أو نحو الاستقلالية الاقتصادية عوضا عن الانفتاح الاقتصادي تكلمنا بطريقة منفتحة وصريحة وقلت إنه من المهم بالنسبة لنا أن نتكلم بطريقة صريحة وشفافة لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية التي يجب تعزيزها لأنها أيضا تؤثر على كل أعضاء الاتحاد الأوروبي وهذه الأزمات التي نعنيها في العالم لا يمكن حلها سوى بالتعاون معا ومن هنا نحن بحاجة إلى شركات بين دولتين لا سيما بالنسبة أيضا لمكافحات التغير المناخي والتنوع البيولوجي وأمن الغذاء وأمن الطاقة الطريقة التي تتعاطف فيها الصين مع المناخ تعد بغاية الأهمية بالنظر إلى حجب هذه الدولة ونريد أن نتأكد من أن الصين لديها طموحات وأهداف طموحة متعلقة بمكافحة التغير المناخي يجب أن نوافق على سياسات متعلقة بالتغير المناخي ونحن نتوقع إنعقاد اللقاء في العام المقبل نريد أن يكون هناك حوارا بناءا في هذا الإطار نحن نعتقد أن تنوع البيولوجي أمر أساسي وهناك 35 ألف نوع حيوي أو من النباتات الذي هو مهدد بالانقراض تكلمنا أيضا عن مقاربة والتكلم مع دول الأعضاء من أجل تعزيز التنوع البيولوجي وأن يكون هناك أهداف طموحة في هذا الإطار نحن نعلم أن هناك 700 ألف شخص على الأقل العانو من الجوع في هذا العالم لسيما مع تدهور الأوضاع المتعلقة بصادرات الحبوب وسلاسل الإمداد أنا أدعو الرئيس الروسي هنا إلى عدم رفض تمديد الاتفاق المتعلق بصادرات الحدود لأن الجوع والتجويع لا يجوز أن يكون أداة في الحرب ألمانيا قامت بتحالف من أجل الأمن الغذائي في العالم المترجم الكثيرية التىvelقية المترجم الى العافية المترجم الى الأفزل المترجم الى الضغط التحالون المترجم الى الثانية الجمال والتجمال والشخص على التعليم شكرا للمشاهدة